ديوفي في النقاش من القدس الصحفي والمحلل السياسي السيد مئير كوهن من رمالة أرحب أيضا بضيفي السيد حن عيسى رئيس لجنة حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس أهلا بكما يا هلا معي في جزء ثاني من المسائية قبل أن نبدأ هذا النقاش ضيفي العزيزان يعني دعونا بداية نستمع إلى ما قاله وزير الصحة الإسرائيلي وهو الذي أصلا عرقل قيل بأنه عرقل مناقشة مشروع القانون في الكنيسة الإسرائيلي لخوفه من إمكانية أن يؤدي إلى حضر الصفرات التي تعلن بدء السبت اليهودي دعونا نلقي نظرة على هذا التقرير المختصر جدا ونبدأ النقاش ونتابع بعد مصادقة اللجنة الوزرية على مشروع القانون تمهيدا لعرضها على الكنيسة الإسرائيلي سرع وزير الصحة يعقوب ليتسمن العضو في حزب التوراة اليهودية الموحدة بالطعن على هذا المقترح ما أعاد النص إلى اللجنة الوزرية ونقلت وسائل الإعلام عن ليتسمن قوله في رسالة الطعن أن اقتراح القانون ينتهك الحق في ممارسة المعتقد كما يخالف الوضع القائم في إسرائيل بين السلطات الدينية وأجهزة الدولة منذ قيام الدولة العبرية عام 1948 سيد مئير كوهن أبدأ مع حضرتك النقاش لكي نفهم قليلا لماذا هذا القانون الآن تحديدا الآن هناك كثر طرح سؤال مشروع قانون من هذا النوع ألا يتعارض مع المبادئ التي تنادي بها دولة إسرائيل لنتحدث عن حرية التعبير حرية الأديان الديمقراطية لماذا هذا القانون؟ ما الذي أردته تحديدا الحكومة؟ هو لتخفيض صوت المكبرات الصوت وخاصة في صلاة الفجر يسبب حالة من القلق لدى المواطنين في إسرائيل وهذه الشعائر يمكن أنها تسبب هذا لا يوجد أي سبب ديني لذلك المسألة كلها تتعلق بساعة الفجر فقط لا يوجد أي حظر على الأزان في ساعات النهار ولكن أيضا الجانب الفلسطيني والجانب العربي والدول العربية بيصار فيها هذا الموضوع وأنا نشأت في دولة في مصر ومصر هي بلد الألف مئزنة وفيها أربع تلاف مسجد وهذا الموضوع بيصار والكثير أيضا يعانون من ذلك وسمعنا أيضا أحديث في السعودية ونائبة في البرلمان في تونس تحدثت عن هذا الموضوع أن هذا الموضوع بيسبب ضجيج لسكان هناك نقطة أخرى سمعتها أيضا عندما كنت في مصر وهي أن الأزان كان يؤدي المؤزن من على المنصة كما في عهد الرسول بلال بن رباح عندما كان يؤذن وهذا الكلام من قبل المصريين ولكن السؤال الذي يطرح الآن سيد مئير كوهن لماذا مكبرات هذه ولماذا الآن؟ لماذا مكبرات الصوت؟ ولماذا الآن؟ هذا الموضوع موجود منذ القدم لماذا الآن يثير الإزعاج؟ لأن هناك من ربطه بأن الآن صراحة لا أحد يراقب من الذي يجري من قرارات هناك من قال بأن الآن الوقت ربما مناسب للحكومة لكي تستفيد من وجود عدة ثغرات نتحدثون عن غياب الاهتمام الأقليمي الدولي بالملف الفلسطيني الإسرائيلي فتم استغلال هذا الموضوع هل تؤيد هذا الطرح أم لا؟ ولو باختصار أريد أن أشرك ضيفي من رامالله لا أنا لا أؤيد هذا الطرح لأن الموضوع هو قائم ولكن جاءت الفكرة من قبل بعض أعضاء الكنيسة وقاموا بهذا العمل لكن أنا أعتقد أنه من المستحسن أن تقوم الجهات الإسرائيلية في المناطق التماسة التي فيها أماكن يهودية أماكن إسلامية أن تتوجه بأحداث نوع من التسوية وتخفيض المكبرات السوط والوصول إلى تسوية مرضية للجانبين لنرى ما الذي سيحدث الذي اعترض على هذا الأمر هي أحزاب يهودية دينية قبل الأحزاب الفلسطينية سيد حنة عيسى يهلا بك أرحب بك يعني أطلنا عليك قليلا مشروع القانون أيضا قيل أنه يطبق على جميع دور العبادة لماذا ينظر إليه إلى أنه استهداف للمساجد بشكل خاص أولا يجب أن نعي بأن القدس هي مهبط الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام ثانيا نعلم بأن قرارات مجلس الأمن أكدت على أن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ثالثا هناك بثيقة إعلان استقلال إسرائيل سنة 1948 تشير إلى هذه التسامح بين الديانات الموجودة وكيفية التعامل بشكل مدني عصري واحترام كل ديانة هناك عشر قوانين إسرائيلية بمثابة دستور غير مكتوب تتحدث جميعها حول هذا الموضوع لكن بعض أحزاب اليمين المتطرف في داخل إسرائيل تريد تعكير الأجواء في الأراضي الفلسطينية حيث نعلم جميعا بأن الله أكبر هي كلمة تقال في كل المساجد ولا أحد يعني يحتاج على ذلك ثانيا البوق الإسرائيلي لا أحد يحتاج عليه تسكير الحدود لا أحد يحتاج عليها في الأعياد اليهودية ونحترم الديانة اليهودية وقال رئيسنا أبو مازن بأن القدس مفتوحة للديانات السماوية الثلاث أنا أرى بأننا جميعا علينا أن نتعامل بإعلان التسامح في الأمم المتحدة بسنة 1995 وأن نتعامل بثقة بين أنفسنا والجميع على قاعدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان المتممان فيما بعد لهذا الإعلان أنا أرى بأن هذه الخطوة غير مفيدة لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين أنا أجيب على سؤالك سألتيه نعم هناك عضاء الكنيسة العرب التقوا مع وزير الصحة ووزير المالية ووزير الداخلية والجميع اتفق على أن يتم عدم التصويت اليوم على هذا القرار كان في الكنيسة وأن تتم تشكيل لجنة في كيفية إدارة المآذن في المساجد لأن يكون هناك توافق بين جميع الجهات المعنية هذا حل كان مرضي لأن في نهاية المطاف لا يمكن تصور القدس بدون الله أكبر لا يمكن تصور المسجد الأكثر المبارك سيد عيسى سيد مئير كوهين طرح فكرة هل يمكن التوصل إلى تسوية حل وسط يعني تنظيم مكبرات الصوت المآذن في وقت واحد هل يمكن التوصل إلى حل وسط في هذا الموضوع يعني طرح السيد مئير كوهين أيضا ترحى أيضا في مصر ترحى أيضا في دول أخرى هل هذا وارد أم أن الموضوع حساس لدرجة أيضا لا يمكن حتى التحدث بهذه النقطة لا لا أبدا السؤال السيد عيسى عفوا عفوا سيد مئير كوهين السؤال هو للسيد عيسى فقط لكي لأنه هي فكرة من عند حضرتك سيد مئير وجيرها للسيد عيسى ما رأيك بهذا الطرح؟ هل يمكن حدوث تسوية؟ نحن نحن نعم هناك لجنة أعظام من الكنيسة العرب مع وزير الصحة الإسرائيلي تم التوافق على تشكيل هذه اللجنة لتسوية الأوضاع لا أحد يختلف في التوافق في كل شيء يتعلق بمسيرتنا لكن هذا القانون لماذا أتى في هذا الوقت؟ هدفه الأساسي طمس الهوية العربية الإسلامية في مدينة الكدس المحتلة واستحداث طابع جديد ألا وهو الطابع اليهودي والحديث عن يهودية الدولة وهذا خطر جدا أن يتحول الصراع ديني بين اليهودية والإسلام الصراع الحالي بيننا وبين الإسرائيليين هو صراع سياسي على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل نحن الآن ننكر وجود إسرائيل على الإطلاق ونعترف بوجودها واعترفنا بوجودها هذا هو المطلوب أن كل دولة تحكم نفسها بنفسها في حرية واستقلال لكن إسرائيل تسوق على المجتمع الدولي ثلاث أسس واهية أولا أن هذه الأرض متنازع عليها أن ما تقوم به غزو دفاعي بالإضافة إلى الفراغ السيادي هذه أشياء غير واقعية نحن نطالب بأن يكون هناك تفاوض في كل المناحي لكن على قاعدة التوابط وعلى قاعدة القاعدة لا يمكن له إنسان أن يتنازل عنها إسماعيلي يعني اليوم سكتنا المساجد بكرة بإننا نسكنا أجراس الكنائز وهذا لا يعقل على الإطلاق قلت وأقول بأن القدس هي مهبط الديانات السماوية الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام سيد مئير كوهين المشروع قدمه عضو الكنيسة موتي يوكيف يعني أجل أنصح لي اللفظ من البيت اليهودي أعضاء من الائتلاف كما ذكرتم يعترضون عليه مثل وزير الداخلية الإسرائيلي وزير المالية وزير الصحة هم ينتمون إلى أحزاب يهودية دينية يعني هل أصلا توقع السيد نتنياهو أن يأتي التعارض من داخل يعني المعارض عفوا من داخل الائتلاف من عنده يعني ألا يؤثر ذلك على اتلاف الحكومي هناك أيضا قيل بأنه عبارة يعني كل ما جره عبارة أو دلالة واضحة على تصدع هذا الائتلاف أصلا يعني ألم تكون مخاطرة من قبله بأنه يدعم مشروع هذا القانون بأن يتم نقشته بالكنيسة لا هذا لن يؤدي إلى حدوث أزمة وزرية لأنه كما ذكرنا نحن نريد أن نتوصل إلى نوع من التسوية والقانون طبعا هذا يعني أمر مستبعد في هذه المرحلة لأنه إذا تمكننا من تشكيل لجنة وهذه اللجنة توصلت إلى ما هو مطلوب لأن الدقيق هو لا يتعرض منه اليهود وإنما أيضا العرب أنا ذكرت لحضرتك أن العالم العربي هذا الموضوع بيصار ولكن عندما تطرح إسرائيل تتحول إلى قضية دينية وكأن إسرائيل تريد توقيت وتمسي الهوية للقدس رمزية دينية وحساسة ولكن هو السؤال فقط لكي أركز على هذه النقطة لأنه أثيرت في الصحف الإسرائيلية يعني وزراء أساسيين في حكومة السيد نتنياهو هم الذين اعترضوا على هذا القانون وهم الذين أوقفوه يعني لا عربي ولا فلسطيني هناك ضغوط يعني صحيح ولكن هم الذين أوقفوه ألا يضع ذلك السيد نتنياهو في موقف حرج ألا يؤثر ذلك أصلا على التوافق في هذا الاتلاف الحكومي لأنه طرح في الصحف الإسرائيلية أريد تعليقك وقراءتك له نعم هذا الموضوع مختلف عليه وبدليل أن هناك معارضة من داخل أحزاب الاتلاف لهذا المشروع القانون وهذا يعني أنه ليس هناك أي دلالة دينية أو هدف لإسكاة مكبرات الصوت أو وقف الأزان أو الشعائر الدينية كل ما في الأمر هو تقليل هذا الضقيق فإذا توصلنا إلى صيغة تمكن من حدود ذلك فلا مانع وأعتقد نتنياهو لن يمانع في ذلك أبدا ولكنك لم تجبني لم تجبني على مقيل في الصحف الإسرائيلية عن وجود تصدع في الاتلاف الحكومي وهذه عبارة عن بعض المؤشرات ولا كان الأمر يتعلق بمشروع قانون من هذا النوع أريد رأيك هل هو متوافق كله ولا كيف يعني تصدع هناك اختلافات وقانون التسويات الذي يتعلق بموضوع أمونة هو شرخ كبير في الحكومة الإسرائيلية ووفق نتنياهو على هذا مشروع القانون على مضد ولكنه وفق على ذلك لمنع حدوث أزمة وزرية قد تؤدي إلى حدوث انتخابات وبالتالي هو وفق على مشروع القانون الذي دفعه إلى ذلك هو نفتلي بنت زعيم البيت اليهودي وهو زعيم المتطرف وأصواته من أصوات اليمين وبالتالي هو ورت رئيس الوزراء ووضعه في مأزق واضطر إلى قبول ذلك منعا من حدوث أزمة وزرية صحيح أن حكومة نتنياهو ليست متجانسة وكل طرف بيعتبر نفسه رئيس وزراء وبالتالي كما ذكرت هذا صحيح هناك وضع في اتلاف ليس سهلا سيد عيسى يريد أن نفهم من حضرتك حضرتك أيضا متابع لهذا الموضوع بدقة إذا كان الرئيس نتنياهو وافق عليه على مضت الآن تم تأجيل دراسة هذا المشروع في الكنيسة هل أنقض سيد نتنياهو نفسه من التمسك بهذا القانون ما هي الإجراءات والخطوات الآن هو طرح مشروع تخفيض الأذان لتمرير تسويات المستوطنات بن يمين نتنياهو من 18-3-2013 حتى بداية كانون ثاني 2015 أقر 66 مشروع استيطاني في 41 مستوطنة في الضفة الغربية بما فيها الكدس الشرقية ببناء 10-103 مستوطنة بن يمين نتنياهو أقر تسويات المستوطنات لإكرار 100 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية حاليا هذا القانون هو قانون جهنمي يتعارض مع القانون الدولي ويتعارض مع الاتفافات التنائية بين الفلسطيني والإستيطاني هل لك أن تشح لي الرابط والعلاقة بين القانونين حضرتك ذكرت أنه يمهد لقانون الاستيطان ما العلاقة والرابط فقط لكي نوضح للمشاهد الذي يتابعنا والذي لا يفهم كثيرا بالشأن الفلسطيني الإسرائيلي المجلس الوزاري الإسرائيلي أقر مشروعان اللي هو قانون تخفيض الأذان والثاني تسويات تسويات الأراضي للمستوطنات تسويات الأراضي بنقطتين 125% دفع تعويض للفلسطيني بالإضافة إلى أو إعطائه أرض مكان أرض في مكان آخر هذا القانون كان يريد أن يمرره بين يمين نتنياهو بما يتعلق بالاستيطان لماذا؟ لأن الاستيطان غير شرعي وهو يستغل الظرف الفلسطيني الداخلي ويستغل الدم العربي والترهل الإسلامي وازدواجية المعايير الدولية وبالتالي هو خبيث جدا استطاع اليوم أن يقرب الكراءة الأولى في الكنيسة الإسرائيلي مشروع تسويات المستوطنات فأدرك من في هذه الخطوة اللي هو وزير الدفاع الإسرائيلي برمان فصرح اليوم فورا بأن نحن نريد أن لا نبني إلا نوقف في البناء الصغير في المستوطنات حتى أن لا يكون ضجيج على المستوى الدولي لكن إسرائيل هي معنية في كل ما قامت به لإكرار ما تم إكراره في الكراءة الأولى اليوم هو قانون تسويات المستوطنات سيد مئير كوهين هل لذلك من رابط؟ هل من علاقة بين مشروع القانونين؟ أنا اليوم موضوعي ليس مشروع قانون للمستوطنات صراحة ولكن عندما تربطون المشروعين ببعض أريد أيضا رأيك في هذه النقطة صحيح لا عندك حق وليس لا يوجد أي علاقة بين هذين الموضوعين كل ما يتعلق بموضوع التسويات الخاصة بمستوطنة أبونا هو رفضه المستشار القانوني للحكومة وقال أنني لا أستطيع أن أقدم دفاعا من قبل الحكومة لهذا القانون أمام المحكمة العليا التي سترفضه ولذلك هذا القانون ولد ليكون ميتا من كل النواحي من ناحية القانونية من ناحية القانون الدولي الذي لا يتيح ذلك بالإضافة إلى ما ذكره وزير الدفاع اليوم في عقاب مقابلة مع المرسلين للسياسيين قال أن إسرائيل تلقت من الإدارة الأمريكية على رسائل بأنها تطالب إسرائيل بعدم فرض واقع على الأرض وهذا يعني طبعا في إشارة إلى مستوطنة أبونا وبالتالي فأن هذا المشروع القانون ولد ميتا ولن توافق عليه الحكومة الإسرائيلية ولا الكنيسة ولا حتى المحكمة العليا نعود إلى مشروع القانون الذي هو نتحدث عنه الآن فيما يتعلق بالضجيج سيد حنى عيسى ماذا الآن؟ نحن نعلم أن في يافا الآن هناك تظاهرات ولو باختصار سيد عيسى لكي أبقى في نفس الموضوع قبل أن يدهمني الوقت نقطة نقطة أولا اليوم أقر الكريست بالقراءة الأولى مشروع تسويات المستوطنات الكريست اليوم لم يحترم القراءة الإسرائيل المحكمة العليا ماذا يقول لي؟ بالقراءة التمهيدية طيب كراءة تمهيدية ما معنى؟ الكراءة الأولى والثانية اسمح لي التشريع الإسرائيلي دارسه 100% يا صديقي هناك يجب أن تعلم بأن هناك ثلث كراءات الكراءة الأولى والثانية والثالثة اليوم أقر بالكراءة الأولى التمهيدية ماذا يعني ذلك؟ إذا كان القانون من قبل الحكومة ولكن إذا كان قانونا خاصا فيجب أن يقر بالقراءة التمهيدية أولا ثم بالقراءتين الأولى والثانية الثانية والثالثة بعد ذلك نعود إلى مشروع القانون الذي نتحدث عنه ليس المستوطنات هذا قانون خاص يا سيد هذا قانون خاص وليس قانون من قبل الحكومة دعوني دعوني بس أريد أن أفهم الخطوات المقبلة الآن يعني قانونيا وأيضا على الأرض هنا السؤال لك سيد حنة عيسى يعني ما هي الخطوات يعني التي تحضرون لها في حال الآن يعني القانون يعني مشروع القانون لم تتمدل قراءة الأولى له في الكنيسة اليوم ماذا بعد؟ ما الذي تتوقعونه؟ وأي خطوات أيضا بالمقابل يعني تحضرون لها؟ القانون أولا بالتصورات لن يمر على الإطلاق أنا أشارك بأن هناك لجنة من الكنيسة الإخوان العرب وبعض الوزراء الإسرائيليين سيتفكون حول هذا الموضوع أما القرار أنا بتصورات انتهى مشروع القانون ولن يقر لا هنا ولا هناك أي تسوية قد تخرج منها يخرج منها هذا الاتفاق؟ يعني هم الآن يتدارسون حول هذا الموضوع سننتظر يعني سننتظر بما يحقق الصالح العام لن يكون هناك أي تفاوت واضح يعني موقف الفلسطينيين في هذا الاتجاه وبالتالي هم خافوا يوم السبت كيف يعني بغلقوا البوق الإسرائيلي للأعياد يعني كمان هو يعني الحديث عن القانون في المآذن تخفيضه وبدو يتحدث عن كمان العرف العقيدة اليهودية وبالتالي هؤلاء الحردين من اليهود المتدينين استدركوا الأمر بسرعة وقالوا لا داعي لمثل هذا القانون أن يمر وبالتالي أنا بتصوراتي انتهى كل شيء وستعود الأمور إلى مجرها وستبكى الأذان تسخب دائما الله أكبر الله أكبر سيد مقير كوهين هل تتفق مع هذا الأمر؟ يعني ما هي الخطوات التي قد تحدث الآن من الناحية القانونية؟ طبعا نحن 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 لسنا ضد الصلاة ونحن لسنا ضد الله أكبر سواء بالعربية أو بالعبرية أو بكل اللغات وبالتالي فهذا الأمر يعني من الممكن الوصول إلى اتفاق بشأنه كما ذكرت والمسألة هي مسألة هي إجرائية فقط وليس لا تحتاج أيضا إلى تشريع إذن لا يذهب إلى الكنيسة هذا ما نريد أن نوضحه للمشاهد يعني تتوقع أيضا سيد مئير كوهين بأنه يبقى ضمن الاتفاق مع الأطراف المعنية الداخلية ولكن لن تتم القراءة الأولى له صح هل هذا ما أفهمه؟ طبعا طبعا ومن ناحية أخرى يعني الهدف هو هي عدم حدوث أي نوع من الانشقاق أو نوع من يعني نوع من الضغينة مع المسلمين أو ما شابه لأننا نقيش في نفس المكان المسلمين وعرب وياهود وكل شيء ولكن إذا كان هذا الأمر سيصير المشاعر فمن الأفضل أن نتوصل إلى التسوية سيد حنة عيسى عندما نتحدث عن غياب المجتمع الدولي الدول الإقليمية وأيضا الدول الغربية عن موضوع السلام وعن أي تسوية ربما قد تكون سياسية حل الدولتين إلى ما هنالك بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى أي مدى من وجهة نظرك يعني هذا يؤثر على الاحتقان وجود الاحتقان 30 ثانية لو سمحت في كل تأكيد يعني يجب أن يكون هناك مفاوضات بين الطرفين على قاعدة مرجعية لهذه المفاوضات والوقف التام للنشاطات الاستيطانية لإيجاد الحلول المناسبة لخمس قضايا أساسية القدس أولا الاستيطان ثانيا الحدود ثالثا المياه رابعا الأمن خامسا اللاجئين سمسا شكرا لك سيد حنة عيسى أشكرك سيد مئير كوهين أعظني انتهى الوقت ولكن شكرا لكما وأنا أتفق وأنا أتفق أيضا تماما أنا أتفق تماما مع ذلك شكرا لكما على الأقل يعني ختمنا باتفاق شكرا لكما السيد مئير كوهين السيد حنة عيسى مشاهدنا الكرام شكرا لكم كانت معكم ديمة ترحيني تحياتي